مرسوم رئاسي رقم 0016 الأشخاص 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 تم تعيين في المناصب الأتية بالإدارة العامة للوكالة الوطنية لأمن الرقمي المدير العام سيد الدكتور أوكتاف رينجار المديرة العامة النائبة السيدة السعدية محمد نور مدير حماية الحياة الخاصة وحرية المقاهي الإلكترونية المدير يونس حسن كوري المدير أمن الشبكات والإتصالات الإلكترونية المدير سليمان أدم كشيني المدير مراقبة التكنولوجيا والأمن المدير أحمد بالكيسلا المدير الأمن والتحول الإلكتروني السيد المدير فكا قبلي تدنك مدير الشؤون الإدارية والمالية السيدة حبابة إدريس دبيتنو دوقي رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في العاشر من يناير 2018 مرسوم رئاسي رقم 0017 الأشخاص الآتي أسمهم تم تعيينهم في اللجنة الدائمة للتنظيم الحج والعمرة الرئيس اللجنة الجنرال إدريس دكوني الدكير خلفا للسيد صالح برمعلي الرئيس النائب السيد أمر الدومة أبد اللهي خلفا للسيد بكر الإمام هرير فنجمينة في العاشر من يناير 2018 توقي رئيس الجمهورية قرار رقم 008 باقتراح من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الموارد البترولية لكودلوه المخصصة للمنطقة المنتجة بشاريبا كرمي يصدر القرار الآتي المادة الأولى تم تعيين الأشخاص الآتي أسمعهم باللجنة المؤقتة لإدارة الموارد البترولية لكودلوه المخصصة للمنطقة المنتجة بشاريبا كرمي على النحو التالي منسق الأمال الفنية الدائمة لللجنة الإدارية المؤقتة سيد أحمد علي عبدالله خلفا للسيد حاجي كدباسي خبير الهندسة المدنية سيد حاجي كدباسي خلفا للسيد محمد مالوم أبا المادة الثانية على وزيره المالية والميزانية ورئيس اللجنة المؤقتة تطبيق هذا القرار حرر في إنجمانة في العاشر من يناير 2018 توقيع رئيس الوزراء بايم باركي ألبير بهذا القرار مشاهدي القرار من تهاتي الأخبار ونشكرهم على المتعبئة إلى اللقاء اشتركوا في القناة